بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى بالله تكونوا بألف خير نتمنى الفيديو يلقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكمل هائل ديال التعليقات ديالكم وترحبكم بيا ربي جزيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم كما تشاهدوا معنا اليوم في الفيديو موديل جلاب تراندا نحتاج الخدمة ديالنا لحرير ديال القصبة كما تشوفوا اللون ديال التوب ممكن تخدموها بلون موحد أو بلونين أو ثلاثة تموار اختيار ديالكم بالنسبة لي دخلت هذه الجوجة للألوان البلونقاسي والكاشيري غامق معها نبرمو الحرير كله على جوج ديال الشعرات برايم خفيف كما تشاهدوا بالنسبة للإبراء نحتاج للإبراء النمرة السبعة هذه الهبطة ديال بياسة ديالنا من بعد ما كنخليه السطحة ديال العنق إلا كل القميس كتخليه واربعتاشر سنتيم بالنسبة لي انا بديت هنا يا بناء الغرز بنيت اربعة ديال الغرز أنا نبدأ بسم الله لبركاتي الله هذه نخدمو الغرزة الاولى كما تشاهدوا هذه نخدمو كذلك الغرزة تانية والغرزة الثالثة والغرزة الرابعة هنا نطلعو كنخدمو جميع الغرز هنا ما غد نديرش الدقة ديال التوب هذه نرجع في هذه الغرز والخيت الدائري الفوق كما تشاهدوا هذه نرجع في هذه العوينة الاولى ندير اول غرزة وهذه نخدم كذلك الغرزة الثانية هذه نخدم الغرزة الثالثة وكذلك الغرزة الرابعة اللي بقيت لي هنا في الاخير نستشيء هنا ما نديرش الدقة ديال التوب سنرجع كذلك في هذه الغرزة بربعة بهم كنخدمهم سنصل لعدد المطلوب يعني الخدمة ديالي نستشيء هنا في هذا الفيديو على العرض ديال الخدمة ديال الربعة ديال الغرز بالنسبة الاخوات اللي بغيوها يخدموها يعني بالعرض كتر من هذا يبنيوا العدد الغرز المطلوب ويخدموه نفس طريقة ونفس تقنية ديال الخدمة ديال الغرزة اللي غادي نجمعوه في الاخير ويعطينا الشكل ديال الفراكة يعني في الخدمة ديالنا شكرا شكرا كما تشاهدوا بعد ما وصلت هنا لعدد ديال الغراز كما تشاهدوا هنا عندي لتحت خمسة الغراز يعني ما جايش متساوية ولهذا ما نربطهاش من هنا من الفوق كما كنتو كديرو سابقا خسن نكمل لعدد يجي متساوي من الجانبين ولهذا نرجع نهبط يعني باش نكمل الغرزة السادسة يعني في الجهة التحت كما كتشوفوا العرض ربعات الغراز والطول ديالات الشارية تستادي الغراز باش يجينا بومبي فوق الخدمة كما كتشوفوا العوينة كذلك في الجهة الفوق يعني اللي مبات تستادي الغراز هندخل الإبرة هنا وهنا نخرجها في العوينة المقابلة وهنا ندخل الإبرة من الجهة التحت يعني ما تدخلواش من هنا من الجهة الفوق هندخلوها هنا في الجهة التحت ولكن تبينوا هذه العوينة بالإبرة يعني تهزوها بالإبرة باش جيكم سهلة أنكم يعني تدخلو فيها الإبرة بكل سهولة من الجهة التحت وغادي نربطو يعني الخدمة ديالنا كما كتشوفوا يعني الحبة الأولى ديال الرندة الفراكة كتجي يعني بهات الشكل كنربطوها كما كتشوفوا بطقة ديالتو بجي متساوية مع اللي سبقو ونفس العبار ونفس المسافة كنناخد الغرزة الأولى من ذاك العوينة نفسها اللي ربطت بيها وكذلك كنناخد الغرزة الثانية والغرزة الثالثة يعني من الوسط ديال الخدمة هذه الغرزة الرابعة والآخيرة كما كتشوفوا هات جيني متبعدة في الدقة ديالتوب يعني اللي سابقة هاتي نجبدها يعني الجهات اليامين حتى كنت توصل للمكان ديال بطقة ديالتوب كندير بطقة ديالتوب في نفس المكان يعني متساوي مع اللي سبقو صافي داباديم قنطلع ونهبط يعني سطر باش نفرق بين وبين الحبة الموالية وفي نفس الوقت كانت بتوء يعني الحبة الاولى يعني من الجوانب ديالها مع التوب هنا يا غدي ناخد الغرزة الاخيرة فوق يعني ذاك اللي عوينة في الخيط اللي قدرت بطقة ديالتوب غدي ندير ذا بدقة ديالتوب عادي واثينها بدقة نخدم الغرز ديالي كاملة يعني بربعة لدقة ديالتوب عادي وقبت يعني في المكان ديالها ما قدرت يش مائلة او سوف نطلع نفس الشيء في هذه الأربعة الغراز وهذا الخدم كذلك الشريط الحبة الثانية في ساتة الغراز من الجوانب بجوج كما أريدكم في البداية هنا لا نضيف دقة التسوب نرجع في الخدمة نضيف دقة التسوب يمكننا أن نضيف دقة التسوب نضيف الشريط الحبة في الخوة حتى نكمل العدد المطلوب في الحبة الأولى الغرزة التي نعودها في الخدمة هي التي تكون خاصة في الخدمة لأننا نبدأ في الخدمة الأول ويجعل الخدمة الأخرى ثم ترى 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 الغرزة سوف ندفع الخيط بعد ما تبطته بالطقة سوف نأخذ اللون المغير اللي سوف نكمل بالخدمة بالنسبة للعادة الحبات ممكن تخدموا أي عادة انتم ما اختاريتوه أنا خدمت ربعة الحبات يعني باش نبيلكم يعني كيفاش ندخلو باللون المغير كيفاش قدرت الضقاء دير توب السريفة بهذا اللون يعني اللي دخلت به نطلع في هذا الربعة دير الغراز عادي كما كتشوفوا دير الضقاء دير توب يعني هذا هو الساطر اللي كان فرقوا به الحبات يعني مع من بعدها كذلك بعد ما خدمت هنا أربعة دير الغراز وانا نازل سوف ندخل الدقة دير توب اشتده بهذا البداية اللون المغير سوف تأتي بالحبات دينا دير الضقاء دير توب عادي نفس العبار ونفس الماسافة وسوف نجبد ذلك الخيط اللي دفنت يعني دير اللون اللي خدمت به في البداية نكمل دبا الخدمة ديالي عادي سوف نطلع بهذا الربعة دير الغراز وما ندير الدقة ديال التوب هنا الفوق يعني نبدأ نرجع بهذا الغرزة كما تشوفه في الخدمة يعني هذه الغرزة نبدأ دائما من الجهة الفوق نرجعه في غرزة يعني التحت الدقة ديال التوب هنا كما تشوفه درت الغرزة يعني الأولى نرجع فيها في الجهة التحت ديما الجهة الفوق تكون سابقة الجهة التحت بالنسبة للعدد الغرز ولهذا نساويهم في الآخر يعني ديال الحبة هاتش كنقول لكم ما تربطوش الحبة والجهة الفوق تكون فيها عدد ديال الغرز أكبر من الجهة التحت ولهذا تجي الجهة التحتانية ناقصة وغادي تجي مائلة في الخدمة يعني بالنسبة لهذا العمل دبا غادي نخدم العدد يعني ديالي ديال الشارط ديال الرنطة ديال الحبة الأولى باللون المغاير وغادي وغادي دائما بنفس العدد ستا ديال الغرز من كل الجانب ديال هاتشارط ديال الرنطة اللي كنخدموه ما ديال الرنطة كما تشوفوا احنا خدمت ستا ديال الغرز سنقوم بها لكي نكمل الغرز يعني السادسة بالنسبة الجهة التحت يعني فيها خمسة ديال الغرز ستا فيها سنقوم بها مجرد وهذه سننبدأ هذه العوينة بالإبرة ونحزها لانيidez قوم بها وهذه العوينة بها الغرز السادسة كدلك الجهة المقابلة وتخل الإبرة بالجهة والجهة التي سنربط هذه الحبة كما تشاهده بكل بساطة و بكل سهولة نضير ثقة التوب ونزيرها في المكان هنا سنأخذ العوينة التي خرجت بها في الخيط بشربط الحبة نأخذها بغرزة ونكمل باقي الغرز بربعة ونربط الحبة من الجهة التحت هذا السطر يتعتبر كما نربط الخدمة كما تشاهده نزيرها ونصل إلى مكان الدقة التوب نفس العبار ونفس القياس هذا السطر الذي سنخدمه دعبة هو الذي نفرقه بين الحبات كما تشاهده خدمت دعبة نفس العدد من 4 حبات ندخل دعبة باللون الثالث المغاير نصف المكان الذي يمكنك تدخل دقة ونتفنت فيه الخيط ندخل دقة رقيقة لكي ندخل الخيط ندخل به السريفة فوق منه ونبدأ الخدمة لكي ندخل السطر الذي سوف نفرق به الحبات وفي نصف الوقت ندخل باللون المغاير لكي يجد فرق بالالوان سوف يجد فرق باللون المغاير باللون المغاير لكي لا يمكنك فرق الغراز هذا اللون الاخير كما تشوفوا كنخدم الغراز بربعة كاملتان وندير ثقة ديال التوب وننزل كذلك كنخدم الغراز ديالي كاملتان وندير ثقة ديال التوب الجهة التحت هذا كنطلع باش نخدم الشارط يعني ديال الحبة ديالي بالنسبة لهذا الرنضة إذا كانت ترقيقة على شكل عقيدات كنقول لها رنضة الحبة أو رنضة العقيدة إذا كانت تعريضة يعني كثير من الحجم ديال العقيدات كتولي الاسم ديالها الفراكة رنضة الفراكة باش تفهموا يعني وما تقولوش يعني الاسم كي تبدل غير هكك يعني أي حاجة عندها المغزى ديالها تفتسمية ديالها ولهذا رنضة الحبة إذا كانت ترقيقة كتسم رنضة الحبة أو العقيدات إذا كانت عريضة على الحجم ديال العقيدات العادي كترجع الاسم ديالها الفراكة إذا كما تشوفوا ما درش الدقة ديال التوب التحت يعني طالع دابا كنخدم دك الشاريط ديال الغراز اللي بتنكمل نفس العدد المطلوب اللي خدمت سابقا في كل حبة كنتمنى الأخوات اللي باقيين كي يخدموا هاد الحبة بالطريقة القديمة يعني طريقة خاطئة كتجي ديفو في الخدمة وكتجي يعني مائلة وعوجة في الخدمة ديالها كنتمنى يشوفوا الفيديو ويستفدوا مع هالتقنية وهالطريقة الخاصة بالمعلم الزهير اللي بارتاجيت معاكم ويستفدوا التهمة منها ويخدموا بهذه الطريقة باش تطلع لهم الخدمة يعني بشكل مستقيم ويعني وتجي عندها يعني واحدة جمالية واحدة الإتقان في النطرة كما كنتشوفوا كنخدم وكنخلي دك العوينات ديال الجوانب يعني ديال الغراز ما كنضيقه مش باش كتجي الخدمة مطلوقة ديالي يعني ديال الحبة من الجهتين هنا كما كنتشوفوا خدمت العدد ديال ستات الغراز في الجهة الفوق ودع بعضين هبط كان نخدم باش نخدم هنا الغراز الغراز يعني السادسة كما كنتشوفوا كان بيين هنا هاد العوينا كذلك كان دخل الإبرة هنا في هالجوج عوينات يعني من قابلين بعضياتهم كان دخل الإبرة من الجهة التحت كما كنتشوف كان جمعوا الحبة ديالنا بكل بساطة بكل سهولة كان تبتوها هنا يا بالتقاء ديال التوب كان نخدم الغرزة الاولى من ذاك العوينا اللي دخلت بها بالإبرة يعني من الجهة التحت اللي في الاخير كانتشوفها بالغرزة الاولى هذه الغرزة التانية وهذه الغرزة التالتة وهي الغرزة الرابعة هنا كتكون باينة وكما كنتشوفوا الخيط لتحت الجهة اليامين باش نوصل الدقاء ديال التوب يعني المكان ديالها كما كنتشوفوا بعد ما خدمت الألوان بثلاثة هذا والشكل النهائي الخدمة ديالنا شوفوا الحبة من الجانب كتجي مسدودة يعني من الجوانب ديالها بجوج كتجي واقفة بشكل مستقيم يعني في المكان ديالها بعد ما غاديت بريسة في الدقريساج يعني تلك الفراغات اللي كيبانوا ذلك الخطوط بيناتهم ما غا يبقاوش يعني غاديت يعني يعني متواتية مع بضياتها وشادة بلاستها وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى الشرح والطريقة تكون فهمها وتكون استفدتوا معنا بهذا العمل ما تنسوناش مدعواتكم ومتجعكم لنا ودعمكم لنا على الاستمرارية بدعم الفيديو بالمشاهدة وبالبرتاج وبجيم كذلك وتشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم بشتاهم يستفدوا مع هاد الخدمة ولكم الاجر في ذلك وصلنا نهاية الفيديو الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله مع المعلم زهير وعمال مميازة كم معهودناكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة